مجددا سقطرة وحيدة في مواجهة الإعصار هذه المرة العاصفة المدارية ميكونو التي اشتاحت للأرخبيل مخلفة أضرارا بشرية ومادية كبيرة جراء الرياح والأمطار الغزيرة التي خلفت فيضانات في الشوارع وغمرت المنازل المنازل في سقطرة أضعف من مواجهة هذه السيول التي جرفت ممكنات الحياة وأحالت وجه الجزيرة إلى خراب قد يطول أمر معالجته فيما تحولت مدارس مساجد الجزيرة إلى مراكز إيواء لأكثر من 200 أسرة تؤكد التقديرات الأولية أن عدد المفقودين في الجزيرة ارتفع إلى 17 شخصا فيما قال وزير الثروة السماكية فهد كفاين إن الإعصار أدى إلى غرق سفينتين وانجراف ثلاث سيارات نتيجة تدفق السيول الحكومة الشرعية أعلنت الجزيرة محافظة منكوبة نتيجة للأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار الاستوائي بحسن محافظ سقطرة رمزي محروس فإن جدار الإعصار ضرب الجهات الشرقية والغربية والجنوبية من الجزيرة وأدى لانقطاع الاتصال بالمناطق المتضررة واليوم تبادعنا أن الطريق المودي إلى مطار سقطرة وإلى المناطق الموالي إلى المناطق الجنوبية والغربية مقطع بشكل كبير وتعرض لأضرار بالغة وكبيرة جدا 70% من أجزاء أرخبيل سقطرة تشهد انقطاعا في التواصل مع بعضها جراء تدفق السيول التي أغلقت الطرق وقطعت شبكة الاتصالات سقطرة سبق وأن ضربها تشابالا ومن بعده ميك وقبل ميكونو كانت مهددة بساقار الذي غير مساره في اللحظات الأخيرة عن الجزيرة النادرة وميكونو إعصار استوائي ضرب جزيرة سقطرة مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها نحو 75 كيلو مترا في الساعة ويتوقع أن يصل تأثيره إلى سواحل حضرموت والمهرة موجة استياء شعبي جراء تقاعس الجهات الرسمية عن أداء مهامها كما يجب وعدم اتخاذ الإجراءة الاحترازية المطلوبة لتلاف الأضرار البشرية والمادية في الجزيرة اشتركوا في القناة